كما يستضيف فريق سانداونز الجنوب الافريقي نظيره شباب لزداد الجزائري اليوم على استاد لوفتوس فيرسفيلد بجنوب افريقيا ضمن منافسات اياب الدور الربعي النهائي لبطولة دور ابطال افريقيا وكان الفريق الجنوب الافريقي فاز باربعة اهداف مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب التي اقيمت استاد نيلسون مندلا في الجزائر كما يلتقي اليوم الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري حيث انتهى لقاء الذهابي بفوز الترجي خارج ملعبه بهدف للا شيء